حبق معاك بيقى الجامعات التكنولوجية كنا كم جامعة وبقنا كم جامعة احنا الحقيقة لو قلنا من 3 سنين ما كانتش فيه ولا جامعة تكنولوجية دعم غيق يعني ده من 3 سنين يعني احنا السنة دي اول سنة هنخرج يعني 2019 ابتدت اول 3 جامعات اول مرحلة من 3 جامعات السنة دي دي سنة الرابعة لهم يعني هيخرجوا في الايام دي ان شاء الله يخرجوا اول دفع أول دفع إن شاء الله من ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت في 2019 اللي هما مين ومين ومين اللي هما القاهرة الجديدة التكنولوجية الدلتة التكنولوجية وبنسويف التكنولوجية والسنة اللي فاتت بدأت سبع جامعات أخرى سبع انضمت إلى التلاتة انضمت إلى التلاتة يعني احنا عندنا الوقت عشر جامعات متخصصة في التكنولوجي تمام بالإضافة يعني اللي جاي قريب إن شاء الله كمان وده اللي بيبين اهتمام المجتمع المجتمع متقبل جدا للفكرة بل والشرقاء الصناعيين ان في دلوقتي جامعات تكنولوجية متقدمة بيها لوزارة التعليم العالي لجامعات خاصة تكنولوجية منشأة صناعية يعني مش أساسا تجارية لا شركات بتقدم أنا عاوز أفتح جامعات تكنولوجية متخصصة متخصصة في المجلات اللي طبعا تخدمها هي أساسا وأكيد ده الشركات دي مش يعني بتعمل بس خدمة مجتمعية أكيد برضو درسة الحالة السوقية وعارفة إنها سوف تحتاج مثلا عدد من الطلاب وإن الباقي دول حيجده فرص وظيفية محترمة طبعا طبعا أنا عايز أصلك سؤال بعليش يا دكتور أنا آسف يعني اعتبردي كده أنا 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 يعني أب آه طبعا كلنا دايما بنسعى إلى حاجات معينة ولما طلع الرئيس وقال إحنا لازم نتوجه إلى التكنولوجيا وكلام ده كله إنتوا درسين درستوا احتياجات السوق فتوسعتوا بهذا الشكل في الجامعات دي آه يعني دي تمت الدراسة في الفترة اللي قابليها آه من خلال فريق يعني لو قادر يعني أذكر البعض فيه فريق عمل متكامل طلع الدراسة احتياجات تحتها يعني معتمدة على المشاريع القومية القائمة الاحتياجات بالتعاون أو بالحوار مع وزارة الهجرة وغيرها المناطق الجغرافية ومدى توزيع الاحتياجات اللي فيها يعني الاحتياجات الإقليمية وده حيبان لما أثناء الحوار لما نتكلم على التخصصات لكل جامعة تكنولوجية آه إن في بعض الجامعات فيها تخصصات عامة وفي بعض الجامعات بها تخصصات خاصة بالمنطقة اللي هي فيها طيب وده جميل جدا يبقى إذن هل في إقبال؟ آه طبعا بطاقة كاملة؟ يعني مش عاوز أتكلم طبعا واللي عارف السنة اللي فاتت كان الموضوع شكله إيه لا كان يعني إقبال ضخم جدا وإحنا طبعا يعني بنحاول نقدم خدمة متميزة إحنا بيحكمنا طبعا إمكانيات مادية إمكانيات بشرية بنقدر نوفرها في إمكانيات الجامعات اللي اتعاملت فطبعا اللي بيتقدم خدنا بيحصل زي تنسيق يعني أنتو اتطريته ترفضوا ناس من كتر الإقبال؟ فعلا الحصن؟ الحصن لا لله آه